بأغلبية 46 صوتاً تمكنت الحكومة اليوم من إحالة الاستجواب المقدم للنائبين سيد يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم لوزير الداخلية شيخ أحمد الحمود لللجنة التشريعية فيما أعلن النائف فصل الدويسان صحب استجوابه المقدم للوزير الحمود والمؤجر إلى دور الانعقاد القادم بعدما أكد له الوزير وزير المالية أن الشركة التي يدور حولها الاستجواب شركة إسرائيلية رغم نفي الوزير الحمود لذلك أما فيما يخص استجوابي وزير النفط السابق هاني حسين فقد تم رفعهما من جداول أعمال المجلس بعد قبول استقالة الوزير إلا أن نواباً أكدوا استمرارهم بملاحقة الوزير ومن تسبب بخسارة الداو المليارية فيما اعتبر نواب آخرون أن القرارات الأخيرة للوزير الحسين والمتعلقة بتعينات القيادين في النفط مرفوضة تماماً لأنها جاءت بعد تقديم الوزير الحسين الاستقالة سارت أمور الحكومة بالطريق الصحيح خلال جلسة مجلس الأمة اليوم فروفع استجواب وزير النفط من على جدول أعمالها بسبب تقديم الوزير لاستقالته كما أحيل الاستجواب المقدم لوزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لفحص محاوره الذي اعتبرها الوزير مشوبة بالمثالب والشوائب الدستورية الأمر الذي اقتنع به 46 عضوا هم غالبية الحضور المستجوبون من جانبهم اعتبروا أن ما قام به الوزير اليوم هو هروب من المسائلة السياسية إلى ما بعد حكمه ترجمة نانسي قنقر